كم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي النهاردة الحلقة هتكون دسمة شوية وممكن توصل لاجزاء يعني ممكن نعمل منها اجزاء جزء واحد واثنين وثلاثة وهو الاستثمار في الفلبين عشرين اتنين وعشرين طبعا بعد دراسة السوق حاليا اللي انا شفته في المدة اللي انا قاعدتها والمدة اللي موجودة حاليا لان في ناس اتفرجت على فيديوهات سابقة فلاقيت ان انا بتكلم على محطات المية على الاستثمار في ان انت تعمل اه شركة مثلا مكان لغسيل السيارات للكلام ده كله واتكلمت على مطاعم طبعا بعدها مستفاضة اتكلمت على تربية الدواجم بعدها مستفاضة اتكلمت على حاجات كتير بعدها مستفاضة بعدها يعني شرح تفصيلي ففي ناس كانت بتبص على الفيديوهات القديمة وطبعا كان بالنسبة لها الفيديو من ثلاث سنين فموضوع قاصر او مش مكتمل والمعلومات خاطئة او المعلومات منقوصة فانا هكمل النهاردة بناء عن عشرين اتنين وعشرين الفيديو النهاردة عن عشرين اتنين وعشرين الاستثمار في الفيليبين وطبعا من الاستثمار في الفيليبين عن مثلا على مدى التلات سنين والان انا فهمته حاليا دلوقتي في السوق وعرفته كويس جدا 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 وفي خلال الفترة من اول عشرين اتنين وعشرين حتى وقتنا هذا ابتدت ان انا جمع معلومات كويسة فاول حاجة هنتكلم عليها والاهم شيء والناس اللي هي بتيجي لما بيكون جاي متجوز واحدة فهي اول حاجة او بيكون صاحب حد فليبيني اول شيء بيكلمه فيه هو افتح مطعم وهل الاستثمار في المطاعم كويس ولا لا? طبعا استثمار المطاعم حاجة ممتازة جدا بس في مشاكل اولا زي ما انا قلت قبل كده كزا مرة ان الاستثمار في المطاعم لازم حضرتك تكون عندك خبرة كويسة جدا في المطاعم في ادارتها وفي التسويق لها. ازاي حضرتك بقى يكون عندك خبرة في المطاعم كويس جدا والتسويق لها كويس جدا اولا المطعم عايز مكان واسع يعني حنشرح برضو انواع المطاعم فالمطعم عايز مكان واسع عشان يكون عندك ترابيزة او اتنين وتلاتة وطبعا لازم تجيب ترابيزات ترابيزات ما تكسرش بسهولة لان عندك اطفال حتيجي عندك كلام دوت لازم يكون عندك كرسين او تلاتة للاطفال ده رقم واحد لازم تكون الترابيزات اللي عندك ولازم يكون عندك المحل مش اقل من مساحة ميت متر عشان يكون في عندك مطبخ في عندك كشير في عندك اا اا في عندك مكان للترابيزات فمش اقل من ميت متر طبعا ميت متر في مانيلا ده مبلغ هيكون بسم الله ما شاء الله فوق مية وخمسين الف بيسو طبعا الكلام ده برضو يعني موجود بالنسبة ليلو موجود بالنسبة لبكولود بس هتكون الاسعار مش مئة وخمسين الف هتكون الاسعار في حدود تسعين الف تمانين الف سبعين الف الحدود دي هتسبو باكولود دافاو ايلو ايلو اه زابوانجا اه بوراكاي فحتلاقي الحاجات دي الاسعار دي بنفس الطريقة فلازم المحل بتاعك يكون واسع عشان تعمل في مطعم ده رقم واحد لازم المطبخ اللي عندك لازم يكون في فردين طبخين طبعا الدوام بتاعك هيكون اقل شيء هيكون ستاشر ساعة فانت عندك تمن ساعات بالنهار وتمن ساعات بالليل طبعا انت بتبتدي عشان الطبخ اللي عندك او الشيف اللي عندك يبتدي يجهز لنفسه يبقى هيبتدي مثلا من الساعة خمسة الفجر يشتغل فانت عندك من خمسة ليه خمسة وحط عليهم اه تمن ساعات يبقى عندك لاتناشر ومن اتناشر لحد تمانية بالليل او تسعة بالليل فانت عندك كده الناس دي هي اللي هتشتغل عندك عندك شيفين لازم يتمرنوا كويس جدا ان الشيفين يكون الطعم واحد عشان ما تطفش من عندك الزبائن. ما تمشيش من عندك الزبائن. يبقى الطعم واحد. الشيف بتاع النهار وشيف بتاعي بالليلة. طبعا انت عايز واحد كمان معاهم يكون مساعد واحد للشيف. طبعا مش هتقدر تجيب اتنين. مرتبات الشيفات بتبتدي من خمستاشر الف. والكشير برضو نفس القصة نقول عشر تلاف. ده لو كان في منلا. يعني كحد ادنى عشر تلاف. والشيف من خمستاشر الف. طبعا الويتر. يعني ممكن تجيب لك عائل صغير. او شاب لسه متخرج ممكن تتديره سبعة تلاف بيسو. فده عندك الويتر وعندك الكشير وعندك الاتنين الشيفات. وكمان عايز معاهم انت عايز اتنين فانت الافضل اللي انت ليك ان انت تشغل اللي عندك ده وات ستاشر ساعة. وبدل ما هو مسلا ياخد ثمان تلاف بيسو انت تتديره ستاشر الف بيسو وبهو ردبه زي راتب الشيف. بس هو هيشتغل ستاشر ساعة. وازد على كده هو فحيتمرن تمرين كويس مع الاتنين الشيفات طبعا مع الممارسة حيتمرن تمرين كويس. ففي مشكلة بتحصل عند اغلب الناس في المطاعم. ايه هي? ان الشيف بيقول سلام عليكم يا عمي انا النهاردة مش جاي. وبعد كده بعده مش جاي بعده مش جاي بعده مش جاي وبعد كده وقال لك سلام عليكم انا مش مش عايز اشتغل. انا ماليش اه مش عايز اشتغل. فحتلاقي دوت بعد تلات شهور اربعة شهور يبتدي ان هو يقدر يعمل واجبات بتاعة الصبح او يعمل واجبات بتاعة الليل او الشيف اللي كان بالليل يبقى الصبح. فيبتدي ان هو يجهز اللي بتاع بالليل يجهز له كله يبقى نهاره كله تجهيز. لان مش هيكون عندك ضغط في النهار. وبتاع بالليل هو اللي يشيل الليلة كلها تمام من الطبخة. او ده يكون بالنهار يجهز للشيف بتاع بالليل وبس لازم يكون عندك واحد اشتغل اكبر مدة. طبعا انا مش هكلمك بقى على الخضروات والكلام ده كله وانت هتجيبها بكام? الافضل انت ليك ان انت تتبع دماغ الشيف لان الشيف هو العارف الاسواق الرخيصة يعني بدل ما تروح تجيب بقى من من آآ او تروح تجيب من سيف مور او تروح تجيب من آآ سيتي مول او جسانو لان الاسعار دي طب قوي يعني بالنسبة الواحد بيشتغل فاتح مطعم الاسعار دي طب قوي فلازم تكون بتتعامل مع ناس تجيب لك الطماطم تجيب لك الفلفل ناس تجار هم بيبيعوا في السوق البلينكي بيبيعوا في السوق العام سوري الامريكادو اللي هو بالبصائي بقولها لك وبقولها لك بالتجالب الامريكادو اللي هو السوق العام او السوق الشعبي او في البلينكي السوق الشعبي فايا من الاتنين دول آآ لازم يكون واحد عندك خبرة في السوق ده عشان يشتري الاغراض من عندهم ولازم يكون انت تاجر متعود عليه هو اللي يجيب لك الحاجات طبعا نهيج بقى عن موضوع الاطباق والصيني والادوات المطبخ والادوات اللي انت هتستخدمها لازم الادوات دي كلها تكون ما تروحش تجيب لي خلاط مولينكس ولا براون ما يعودش عنده 15 يوم ويتعجن دور حتى كمان على يعني فيه موجود في مانيلا وفيه في المدن اللي زي يسيبوه وباكولودو فيه بيكون اماكن فيها حاجات مستعملة او اغراض مستعملة كورية او يابانية بتروح هتلاقي خلاط نظيف كان طالع من مطعم قبل كده ومتباع او تحط في اغراض الخردة وخلاص فحتلاقي الناس دي بيتوضبوا وبتصلحوا تمام تمام وبيشغلوه ده اشتريه لكن ما تشتريش حاجة مولينكس او 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 براون او سامسونج او اي حاجة من الكلام دي لانها مش 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 شغل مش شغل بتاع طحم يعني انت لو عملت مثلا فيه ناس بتعمل الطحينة وانت عشان تروح تجيب لك شوية سمسم تروح تجيب لك كيلو سمسم هتعمل طحينة فيه ناس بتشتغل تعمل طحينة عنده مثلا شاورمة بيعمل طحينة فحتروح تجيب لك دي كيلو سمسم تلتة كيلو سمسم البراون ده هيتحرق البراون ده هيتحرق على طول ويش فلازم تجيب لك حاجة في فيديوتي عشان تعمل طحن بتاع السمسم والكلام ده كله زاد على كده الشاورمة لازم واحد يكون متخصص شاورمة دور لك على شيف عربي شاورمة ما تروحش تجيب فيلبين لان ناس كتير جابت فيلبينيين وخسرت لما فتحوا الشاورمة لان الفلبيني ما عندوش لخبرة الطعم ولا خبرة الريحة ولا خبرة الزيت يقدم الشاورمة فلازم تجيب واحد عربي متخصص يشتغل في الشاورمة متخصص يشتغل في المشويات العربي ما تروحش تجيب اي حد ليه عشان ما تخسرش فلوسة ده لما بتكلم فيه المطاعم من ضمن الاشياء المربحة وخصوصا بعد البنديميك وعرفنا بعد الاغلاق ايه الحاجات اللي كانت شغالة وايه الحاجات اللي كانت مهمة في الفلبين وفضلت مستمرة حتى بعد الاغلاق حتى لما كان فيه اغلاق وكانت الدنيا مقفولة خالص المطاعم فضلت مستمرة تاني حاجة من ضمن الاشياء اللي هي مهمة جدا برضو في الفلبين حتى في وقت الاغلاق هي المخابز ومخابز الحلويات خابز اللي بتعمل الطوست وبتعمل خبز وبتعمل خبز العربي وبتعمل الكلام ده كله دي من أهم الأشياء اللي ما أفلتش نهائيا في أثناء الإغلاق نهائيا حتى لو كان بيشتغل من جوة جوة وكان قافل المحلة من بره عنده ناس بتوزع ليه تبعه بتوزع في محلات أو بقالات أو أي شيء فالمخابس دي برضو مهمة لأن انت عايز تعمل بيزنس تعمل المخابس برضو حاجة يعني كويسة جدا ونسبة ربحية فيها كويسة جدا بس برضو عايز واحد كويس شيف كويس عجان في لغاتنا احنا كمصريين عجان كويس واحد يكون يقف على الفرن كويس أو لو كانت عندك طاقة بتاعتك طاقة بلدي أو طاقة مانوال تمام فلازم تجيب لك واحد كويس محترم تكون فاهم في الموضوع ده الخبز ده وتأول مخبوزات زيادة على كده ان انت لازم هتعمل مخبوزات زي البندسال والتيناباي والكلام ده كله الفلبيني لأن ده مهم جدا بالنسبة للفلبينيين يعني الطوست والبندسال والتيناباي دول مهمين جدا بالنسبة للفلبينيين ولو انت موجود في منطقة زي مانيلا أو سيبو أو باكولود أو إلو إيلو أو زابوانجا أو كتاباته أو موجود مثلا في دفاو فانت عندك نسبة عرب كبيرة هتضطر ان انت تعمل الخبز الشامي وهتضطر كمان ان انت تعمل خبز المصري لأن فيه من ناس بتعمل خبز المصري اللي هو برده الناس بتعمل خبز المصري و الناس بتحبه فحتضطر ان انت تعمل ده كله لازم يكون واحد عندك فران عربي يفهم ازاي بيتعمل الكلام ده كله ما تروحش تجيب لأي فران فلبيني وتقول له انا هفرجك على اليوتيوب وتعمل زي كده لانه هيعكلك الشغل و هيخصرك الدقيق والدقيق هنا مش رخيص قدر الامكان مش رخيص زي ما موجود عندنا في دولنا العربية لا دقيق دي هنا غالي شوية و الزيادة على كده ان الموضوع هيكون صعب عليك فانت لما تروح تجيب واحد فلبيني لازم تجيب واحد فلبيني للحاجات الفلبينية التوسط لسال كناباي ولو هتعمل اكلات او تعمل مخبوزات عربية يبقى المخبوزات العربية للعربي وبس اكتر من كده مفيش يعني تعمل مخبوزات للعربي من عن طريق واحد عربي وتعمل مخبوزات من عن طريق الفلبيني لواحد فلبيني طبعا المساحة ما بتحتاجش مساحة كبيرة لانت ومش عندك مطعم مش محتاج مكان انت عايز بس يعني ايه فاترينا او عايز حاجة زي التلاجة بس من غير تكون ايه فيها تبريد داخلي تعرض فيها المنتجات بتاعتك وعايز مكان للفرن لان الافران فيه افران آلية وفيه افران بتكون مانوال وغالبية العرب اللي موجودين في مانيلا وعن نفسي انا باكد ما بيحبوش اللي هو الالي ما بيحبوش المخبوزات الالية لان فيه ناس اعرفها بتروح عند افران بيدوي عشان هو بيعمل يدوي لان الطعم والريحة بيختلف تماما انا عن نفسي انا الطعم والريحة انا لما بروح اعمل روح اجيب عند فيه فرن فيه مخبس جنبي هنا بيعمل بندسال وبيعمل تينا باي وبيعمل التوست فانا بروح عنده عشان هو عنده فرن يدوي فيه مخبس تاني عنده يعني آلي او يعني ما بيحتاجش للفن اوي ما بيحتاجش الموضوع الفنيات اوي بتاعت الفرن الريحة والطعم مش يعني تختلف تماما عن اليدوي تختلف تماما تماما عن اليدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعرب طبعا المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الاستثمار في البين وعن الاستثمار في المطاعم والمخابز وده كان من اهم الاشياء اللي انا قلت عليها ان بعد البنديميك ان كان الموضوع يعني كان مهم جدا من ضمن الاشياء اللي كانت موجودة في اسناء الحاج وكانت فضلت شغالة فدي من ضمن الحاجات اللي مستحيل لو حصل قدر الله اغلاق باي سبب من اسباب ان دول افلوا حيفضلوا شغالين حيبقى من الاستثمارات المستمرة داخل في البين النهاردة هنتكلم عن شيء جديد برضو طبع الاستثمار في بين في عشرين وعشرين وهو طبعا برضو ناس كلمتني قبل كده ونصحتها بالحكاية دي اه اللي هو التربية الدواجن وتربية الاغنام والزراعة اي حد يعرف ان كان فيه وقت الاغلاق كانت الزراعة كان تربية الدواجن وتربية الابقار هي كانت الشيء اللي ممكن يخلي اسرة كاملة تعيش تعيش لان عندهم الزراعة بتاعتهم وعندهم الاكل بتاعهم حتى لو كان شغال لان كانت فيه ناس كان بعد الاغلاق بالثمان شهور او تسعة شهور اشتغلت في نظام المقايدة هنا داخل الفلبين فعليا فعليا وكانت فيه مقايدة على فيه على الفيسبوك كانت مقايدة اه خمسة كيلو رز مقابل كذا خمسة مش عارف ايه مقابل كذا وكانت فيه كروت شحن من قابل لان كانت وقفت وما كانش فيه فلوس وكانت الشركات زي وستر يونيون بلاوان سيبوانا كانت اغلقت تماما وحتى الخروج من الشوارع ما كانش فيه خروج الا في ساعات محددة ويوم معين فبناء عليه ما كانش فيه اسواق والاسواق انت بتروح تلاقيها فضية خالص فاصبح ان فيه ناس كانت شغالة بنظام المقايدة رجعت كانت فكرة جميلة عشان يعني مش لقين حاجة فاكتر ناس كانت شغالين هم اللي كانوا فلاحين كانوا شغالين في الوقت دوت وكانوا شغالين بنظام المقايدة اه طماطم مقابل كرت شحن اه رز مقابل اه كذا يعني وهكذا يعني فاللي كانوا شغالين في الزراعة هم اكتر ناس اللي كانوا مستريحين يعني من حيث ان هو مواردهم واكلوهم وشربوهم موجود لكن الزراعة مقتصرة فقط على الفلبيني يعني في القرارات الجديدة اللي صدرت جديدة الزراعة والانتاج الزراعي ومبيع المحصول مقتصر على الفلبيني فقط فازاي انت كأجنبي هتاخد الموضوع دوتك انت بتعتمد على زوجتك فالاستثمار ما ينفعش في الزراعة الا من عن طريق الزوجة حتى الشركات اللي هي بتكون فيها شراكة ما بين اربعة فلبينيين والكلام ده كله اللي هي خش شراكة مع بعض دي ما تنفعش تخش في الزراعة لان الزراعة مقتصرة على الفلبينيين فقط لو كانت الشركة حتى فيها واحد اجنبي لا يصلح لكن انت لو عملت لزوجتك اشتريت حق قطعة ارض وزوجتك هي اللي جليها الترخيص ولها كل شيء هي ممكن تعملك وكالة بالنيابة عنها ان انت تقدر تبيع وتشتري تقدر تعمل كل شيء بناءا عن التوكيل ده حاجة من ضمن الحاجات طبعا الاراضي وكلام ده كله دي عايز استثمار كبير لكن اللي برجحه ان الناس اللي عايز اشتغل في الاستثمار الزراعي بالذات لازم تخرج برا منيلا او تخرج برا لزون عمتا لان اسعار الاراضي واسعار ايجارات الاراضي فلكية فيه ناس بتشتغل على نظام الاسعار بتشتغل على ايجار الارض بالمزارعة يعني انت بتأجرها بالسنة مثلا بمئة الف بيسو او مئة وخمسين الف بيسو تمام دي كده بتأجرها بالسنة فيه ناس بتاخدها بيكونوا مثلا زي اللي موجودين هنا في نجرس بيكونوا عنده اصب ويكون لسه زريعها اصب يعني لسه زريعها اخد منها اول جانية. والاصب معروف ان هو بيقعد ما بين خمس سنين ست سنين ممكن يوصل سبع سنين كمان. فالناس دي بتأجر ارضها بالست سنين. يعني هو اخد اول حاجة فعملت له مسلا نقول عملت له متين الف تلتمية الف. فيبتدي ان هو يأجرها لحد تاني لمدة ست سنين. وياخد مسلا برضو في المبلغ ده وتلاقي انه عايز يسافر امريكا عايز يسافر كندا عايز يسافر اي حاجة فعايز محتاج فلوس سريعة. مش منتظر بقى ان هو يستنى السنة دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. فبياخد منه مسلا اه يقول له دي ايجار الست سنين ستمية الف وعيش حياتك معه. فهو بيكون مدهاله بالزرعة بكل حاجة. طبعا هو المفروض ان هو شخص مأجر الارض بيبتدي ان هو يستثمر فيها. طبعا الموضوع ده وتفي ناس بيتاخد اعراض الاصب وبتعمله اه معه بقى انتاج حيواني والكلام ده كله هو الارض بتاعته المدة الست سنين. وبعد الست سنين بيكون في حاجة شرط كده غالبية الناس بتعمله هنا في نجروس ان هو بيكون اه زي منقول الجار اولى بالمعروف او اه الجار اولى بالشفاعة ان هو بعد ست سنين ان هو ممكن يقدر يمتلك الارض ديت. يعني يكون عليها مبلغ مسلا انا دفعت علي ستمائة الف فيصبح دول من قيمة مبلغ الارض. ويبقى لها كمان بقى بعد الست سنين يبقى لها مليون. حاخدهم. تمام? فبيحطوا شرط كده ان ممكن الارض تنبع بعد الست سنين وممكن تقدر تباعها. طبعا انت بتشتريها باسم الفلبينين كانت زوجتك او اي حد من اولادك. دي كده نظام زراعة في الفلبين. طبعا زراعة الرز والكلام ده كله مختصر على الفلبينين. بطاطس اي منتجات زراعة مختصر على الفلبينين. ما تقدرش تدير اي شيء الا من عن طريق زوجتك وهي اللي تعمل لك وكالة. تاني شيء وهو تربية الاغنام. تربية الاغنام كانت هنا في نجروس او في دفاو التربية ممتازة جدا يعني هنا الارض ما شاء الله الحشايش فيها يعني بكثرة فممكن تقدر تشتري قطيع القطيع الواحد يعني لو انت حتاخد لك مسلا الواحدة الواحدة اللي هي عمر سنة بتكون ما بين الفين لالفون وخمسمائة بيسو اللي هي الغنمة ان كان اه ذكر او نتاية. وتبتدي بقى انت تعيش حياتك فيها تعيش مع القطيع دو تنتج فيه سنة اتنين تلاتة اربعة القطيع ممكن يعمل لك لو انت اشتريت لك تلاتين واحدة بس انا مش تلاتين ده مرجحهاش انت تعمل لك اقل حاجة عشر تلاف راس او خمس واشر الف راس او عشرين الف راس يكون عندك من الاغنام. طبعا حيتولده ويتكثره. فالموضوع ده يبقى مربح ليك. مربح ليك ازاي? حضرتك ان هنا هي تمانها الفين وخمسمائة بيسو. انت ممكن توديها مانيلا. انا كنت قلت سعر قبل كده. سعر ما بين عشر تلاف وتنشر الف. لا السعر الحالي بالنسبة للاغنام قل عن كده بكتير. يعني وصل لحد سبعة تلاف بيسو وست تلاف بيسو بمصاريف الشحن. يعني انت كواحد عندك اغنام بتوديها لحد منيلا بسبعة تلاف بيسو ومصاريف الشحن عليك. مصاريف الشحن عليك. انت بتوديها لحد هناك في منيلا ومصاريف الشحن عليك. فهو مبلغ كويس بس انت بتتفق مع سيارات معينة بتكون مثلا كنتينر كبير او عربية مابلاش كنتينر. عربية كبيرة. هي اللي تاخد منك الاغنام. بياخد منكPE ١٠٠٠ راس ٢٠٠٠ راس. بيخدهم منك في عربية واحدة كبيرة العربية النقل وبعد كده بيبعتها على منيلا بمصاريف الشحن كلها انت بقى بتدفع له بقى خمستاشر الف عشرين الف بياخدها في السفينة وبيوصلها لحد منيلا وهو بقى ازا كان هو انت كنت متفق مع تاجر في تجار كتير موجودين في الفلبين موجودين في منيلا بالذات طبعا انت بتنقل الانتاج بتاعك دوت ممكن تنقله لسبوم ممكن تنقله لمنيلا والغالبية هو بيروح على منيلا وبيروح على لكن بالنسبة فهو منتشر جدا يعني ما شاء الله لان نجلس كلها فيها حشاش كتير بالنسبة لزابوانجا موجود فيها الموضوع دوت كتير اوي منتشر بالنسبة لدفاو موجود فيها لكن منيلا وسيبوه بسبب التكدس العمراني او التكدس السكاني في المناطق دي فما اصبحش في عمران اصبح في عمران كتير وما اصبحش في اراضي حشائش فاصبحت ندرة الحشائش للاغنام في ناس بتعلم في الاغنام ودي افضل يعني لك لو انت حبيت تعرف الاغنام ده افضل لك عشان تدي وزن اكبر لكل غنمة لكن هتعتمد على الحشائش فحيكون وزنها ما بين خمسة وعشرين و تلاتين كيلو لكن لما تيجي تعرفها ممكن تحصل لحد الخمسين كيلو كان قدامي هنا ناس بتشتغل في الموضوع ده طبعا في ناس هتكلمني على موضوع في ناس يعني بتتقبل موضوع دوت ان هي تشتغل في الخنزير الخنزير دي اه مأكلات خاصة وهو الاكثر ربحا من الاغنام هو الاكثر ربحا من الاغنام بس انا بقول لك كمسلم انا عن نفسي ده حرام في ديني اه ان كان انت اه تتقبله لنفسك فهو عادي مفيش مشكلة انا مالي علاقة بيك بالنسبة الابقار الابقار هنا برضو في نجرس تمانع رخيص يعني البقرة الوحدة بتوصل لعشرين الف ده اقصى حدود كان فيه ناس كانت دبحت رايب جنبي هنا كان جابه اه ماغزة بعجل وكان جايبينه بعشرين الف عمره تلات سنين اه مش عجل فكان اه عمره تلات سنين فخلاص بقى وظهر ان هو مش عارف يلقح او حاجة زي كده فبعوه كانوا جايبينه بعشرين الف وبسم الله ما شاء الله كان عامل يعني فوق الخمسمائة كيلو فده هنا بعشرين الف في مانيلا انت وانت والتاجر بقى انت حتدهوله قايم اه بمبلغ يعني ممكن يوصل بمصاريف شحنه وممكن يوصل لحد الاربعين الف او خمسة واربعين الف اه اا 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 لو انت عايز بقى توديهوله مشافي ممكن توزن بقى بالكيلو والكيلو ممكن يوصل معاه لخمسمائة بيس وفي ناس بتتفق مع شركات هنا ان هما يوديهم ديلو مدبوح جاهز ويغلفوا بتاعه الكلام ده كله ويحطوا في كونتينر بتتفق مع شركة استرادو تصدير ويبتدي ان هو يصدر لمصر او يصدر لدول الخليج اا غالبية الناس هنا بتشتغل في الاسترالي في الابقار الاسترالي اا ده شايع جدا والفريزيان والكلام ده كله فيه ناس بتشتغل فيها هنا وبتبتدي تصدر للدول العربية للخليج بالذات اا ان هو لحم استرالي لكن مدبوح فين فيه طبعا كنت لما كنت انا في الكويت كانت غالبية الحاجات اللي هي بتيجي استرالي ومدبوحة خارج الكويت بتكون مدبوحة في البرازيل لكن فيه ناس بتبعت من الفلبين ناس تبعت من اندونيسيا فالفلبين برضو بتودي للخليج من عن طريق الاستراد والتصدير للمتبوحات. ممكن انت تقدر تخش في المجال ده برضو وتخش في الاستراد والتصدير في اللحوم. برضو مشروع مربح جدا. الحكاية دي مش قال ان انت تخش فيها من عشر تلاف راس. ده كحد ادنى. عشان تديك يعني مبلغ محترم. عشان تقدر تعيش به كويس جدا. ده بالنسبة لك حاجة يعني محترم. فدي الحاجات اللي هي في تربية الاغنام وتربية الابقار والزراعة في الفلبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. طبعا دي تكملة للاستثمار في الفلبين عشرين اتنين وعشرين وما بعد الاغلاق. وايه اللي يناسب الفلبين والرؤى اللي انا شفتها ايه اللي يتناسب مع الفلبين حتى في فترة الاغلاق. وايه الناس اللي لم تفتقر لايه شيء في اسناء فترة الاغلاق في الفلبين. ودليل على كده ان الحاجات دي هتفضل تستمر معك ان كان في لقدر الله اغلاق تاني او في فيروس ظهر تاني جديد او اي حاجة حصلت لقدر الله هتفضل دي حكاية دي مستمرة معك. طبعا احنا قلنا في اول حلقة عن المطاعم وعن المخابز وتاني حلقة اتكلمنا على الانتاج الحيواني عمتا في تربية الاغنام وتربية الابطار والانتاج الحيواني والزرع. طبعا انا نسيت ان انا اتكلم على الاسماك لكن مش اي حد بيشتغل في الاسماك كان في الفيديو اللي فات. نسيت اتكلم على الاسماك وتربية الاسماك. لان دي برضو من حاجات المهمة جدا اللي موجودة هنا في مزارع الاسماك. ومزارع الربيان او الجنباري. طبعا دي عايزالها حلقة لوحدها لكن موضوع الاسماك والجنباري مش اي حد من العرب يعرف يشتغل فيها كويس. فعشان كده مش حقدر عمل لها حلقة لان الموضوع الجنباري والاسماك مش قوي اه بالنسبة للعرب. النهاردة هنتكلم عن محطات تحليط المياه. ودي من اهم الاشياء اللي كانت موجودة في الفلبين رغم الاغلاق وحتى لما حصل الاعصار هنا كانت الناس تشتغل بالطاقة الشمسية. يعني الناس عندهم وكانوا عندهم كمان مولدات. فكانوا بيشغلوا المكان عندهم بالطاقة الشمسية او بالمولدات. فكان ده ان هو ما بيقفلش نهائي. اربعة وعشرين ساعة فاتح اغلاق مش اغلاق. الناس هتشرب. الناس غزبا عنها المنتجات بتاعة الاكل والشرب. دي منتجات مهمة. فكانت محطات تحليط المياه. طبعا انا كنت قلية فيديو قبل كده وكان في شخص بيكلمني اه اخ سعودي بيكلمني ان التمانين الف. طبعا الفيديو ده كان من من ثلاث سنين. واني تمانين الف مبلغ يعني مستحيل ان ان انت تعمل به محطة مياه. وده فعلا في الوقت الحالي مستحيل. طبعا تمانين الف ده مبلغ كان مقدر على من ثلاث سنين. وكان اه تقديري على التمانين الف بدون ترمبة المياه. لكن بترمبة المياه اللي هتتركب توصل لحد الميت الف. ده كان تقدير ساعتها كان كنت انا متكلم مع ناس ان هما باتفق كايني باتفق عادي فقالوا لي ان المحطة ما ينعملها لك لو انت عندك ترم بطمية او عندك وصلة مية من من الحكومة احنا نديك المحطة ديت انت عندك محلة قلت لهم لا ما عنديش محلة انا هعمله في البيت عندي قال لي كويس جدا عشان ما تدفعش ومش عارف ايه وايجار والكلام ده كله انت ممكن تقدر تعمل شهادة صحية وبس فانا هعمله بيتي فاللي ماشي هي تعمل بتمانين اه طبعا الكلام ده انا شفت قدامي رؤى العين ان في ناس كتير جدا بتشتغل من بيوتها كان الاستاذ هيسن بيقول ان لازم تجهز تجهزات في اه تعمل محلة وتجهزه وتبين للناس اللي انت عامل تجهزات مش شرط اساسي انت المهم اللي عندك ان يكون عندك موزعين الناس بتشتغل على تروسايكل بتدي له خمسة بيسو على كل جلون والجلون اللي هو عشرين لتر عشان ما حدش افتكر بس عشان كنا دخلنا في نقاش حد قبل كده الجلون اربعة لتر ونص ولا عشرين لتر لأ هو الجلون اللي هو الازرق هنا ده ده عشرين لتر ده هنا آآ في ناس بتبيعه بخمستاشر بيسو هو بيبتدي من خمستاشر بيسو لحد خمسة وتلاتين بيسو في ناس بتشتغل بخمسين بيسو فانت بتدي للموتورسايكل آآ اللي هو بيشتغل عليه حسب بقى المدينة اللي انت موجود فيها يعني انت لو موجود مسلا في ده هنا بتدي للشخص خمسة بيسو على الانتاج بتاعك على كل الجلون في مسلا الناس في مانيلا بتدي عشرة بيسو في ناس بتدي خمستاشر بيسو على كل جلون فانت ده حسب المكان وحسب الاتفاق ما بينك وبين الشخص اللي هو بيبتدي يسوق لك وبيبيع ليك ده رقم واحد في ناس بتاخد برضو من عندك من البيت آآ أو عندك من المحل بتاعك وبتحط عندها في البيت بتكون الاماكن النقية والاماكن البعيدة والكلام ده كله آآ اللي تكون بعيدة عن المحافظات او بعيدة عن المدن او بعيدة عن القرى لان القرى بيكون في القرية في وسط القرية بيكون في تجمع وفي ناس وفي مول وبتاعه الكلام ده كله لكن بقى في قرية بتكون بعيدة عن القرية دي اساسا او زي حاجة كده زي نجعة حاجة بعيدة خالص. فما بيكونش عندها محطات مية لان ما حتش هعمل محطة مية. فبيحد واحد بيجي لك بقال او حاجة زي كده بيجي يوم جايب لك الجالونات اللي عنده عنده خمسين جالون تلاتين جالون يوم وحطتهم عندك وانت بتملاله وتحاسبه وتقول له مسلا انها ببيع مسلا بخمستاشر بيسو او ببيع بعشرين بيسو فاليك انت خمستاشر بيسو وهكزا. لكن محطة المية حاليا بتكلف قد ايه محطة المية حاليا بتكلف المخطة بوحدها بتكلف مية وستين من مية وستين وانت طالع من مية ده الحد الادنى. الحد الادنى يا جماعة. ما حتش يقول لي لا ده بتكلف مليون واتنين مليون. لا الحد الادنى في محطات مية بتكلف الحد الادنى اللي هو مية وستين الف بيسو. بدون الترنبة المية او بدون الوصلة اللي جايلك من البلدية. يعني فيه ناس بيكون عندها وصلة البلدية وبتعمل تكرير المية دي. فيه ناس تانية ودي اللي انا بروح اشتري من عندهم ما بيعتمدش على مية الحكومة لان مية الحكومة. ممكن في وقت من الاوقات تقطع. ممكن يحصل اي عطل عندهم في ترمبة الضخ. ممكن يحصل اي شيء. قطع كهرباء. اي حجم الكلام ده كله. فما بيعتمدش على المية دي بيعتمد على مية ارتوازية. بيعمل حربي وترمبة في الارض على ستاشر متر او خمستاشر متر. رغم ان المية يعني مرتفعة هنا او المياه المياه الجاو فيها متن مرتفعة هنا فهو بيعمل على خمستاشر متر ستاشر متر وبينزل الحرب بتاعه او حفره اليسون عشان الناس اللي هي بكون فاهمة في الحكاية ديت كويس بيعمل حاجة اسمها حفر باليسون وهو منزل الحربي اللي هو رأس الحربة اللي هو بينزل بيها عشان تفلطر المية وبعد كده بيطلع مية ارتوازية للمحطة وبشتغل عليها. في ناس بيكون عندهم بقى مولد كهرباء عشان لو الكهرباء قطعت والكلام ده كله يبقى استدير دي. فالمولد ذات نفسه يعني من خمسة وعشرين الف وانت طالع. محطة المية بتكلف عليك مية وستين الف وانت طالع. وعندك ترمية المية بتكلف عليك خمسة وعشرين الف ماكسموم تلاتين الف وما تقدرش بما تدفعش على كتر من. طبعا ده بيعتمد برضو على الايجار اللي عندك اللي انت ما يعتمد عليه ازا كان في بيتك. فانت مش حاجة ايجار يعني ممكن تعمل حتة غرفة عندك وتعملها. اه تقدر تشتغل عادي مفيش ادنا مشكلة ممكن تعمل غرفة دي محل مفيش ادنا مشكلة خالص. وممكن تقدر تجأجر محل لكن ما انصحكش لان المربوح منه قليل. يعني المربوح من الحكاية دي قليل. لكن كتير. ازاي بقى? يعني انت لما بتكسب من موضوع دوت انت الجانون الواحد بيقف عليك في حدود اثنين او تلاتة بيسو. المية اللي طلعالك بالكهرباء بالاستهلاك بكله بالدنيا دي كلها. ما بين تلاتة الى اربعة بيسو حسب الكهرباء وحسب المكان. لكن انت بتتبيعه في حد الاتنى خمستاشر بيسو. طبعا انت هتدي اللي هو اه ريسيلر او اللي هو اللي معاه للموتركاب عشان ينقل لك. هتدهوله بعشرة بيسو. فانت لما هتدهوله بعشرة بيسو هو واقف عليك بتمانية بيسو. طبعا انت لازم تبيع اقل حاجة ميت جالون متين جالون تلتمية جالون حسب المكان انت موجود فيه خمسمائة جالون في اليوم. فالجالون الواحد بيكون واقف عليك بتمانية بيسو. اضربهم مثلا في ميت جالون يعمل لك تمنمائة بيسو. فيه تلتمائة جالون ويعمل لك كزا. فهكزا. المربوح فيه او الارباح فيه قليلة. لكن كتيرة. يعني انت بتبيع كتير. لكن الربح في الحاجة الواحدة قليلة. زي كده مثلا ما بدينا نتكلم على واحد بيبيع في شغلتي انا مثلا بيبيع آآ آآ ورقة الطباعة. ورقة الطباعة هي بتكلف عليك كلها على بعضها. بيق الكهرباء بالدنيا كلها واحد بيسو. انا ببيعها باربعة بيسو. فالاربعة بيسو مش مبلغ. لكن لو انت واحد جاء قال لك انا عايز اصور كتاب. كتاب من تلتمائة صفحة. اضرب بقى تلتمائة فاربعة. تلاتة فاربعة باتناشر الف ومتين بيسو. وصلت المعلومة. فهي دي بقى ايه? اللي هو ربح قليل. لكن البيع كتير. وبيكون مطلوب. فدي حاجة من ضمن الحاجات. ان هو الربحية في قليلة. لكن انت لازم هتعتمد على الناس اللي بتوصل لك. فانت عندك زي ما قلت لك محطة المية تكلف من مية وستين فما فوق. لازم يكون عندك مولد كهرباء من خمسة وعشرين الف. فما فوق. وعندك ترمبة مية موجودة خمسة وعشرين لتلاتين الف. الموضوع بتاع محطات المية لا يعتمد على ان انت يكون عندك فني. انت ممكن توقف في الموضوع. يعني واحد فني والكلام ده كله والموضوع اسهل مما يمكن والناس اللي بيركبو لك المحطة بيعرفوك انت المحطة دي بتشتغل ازاي? او المكان ده بيشتغل ازاي? زي ده على كده لازم تحسب برضو موضوع الفلاتر بتاعتك بتتغير امتى? هل الفلاتر دي بتاعتك بتتغسل? ينفع فيها الغسيل ولا لا? لان في ناس بتغسل الفلاتر بملح وصودة والكلام ده كله. اه برضو في ناس بتعتمد على الموضوع دوت في الفكرة دي. في ناس بتاخد المية بتاعتها بتاعت المغاسل بتاعت السيارات وبتعمل اعادة تكرير ليها لحاجات معينة. برضو دي لازم تعرفها مع اني ما رجحش بيها عشان صحة اه يعني ابعد عن الموضوع دوت. فدي حاجة من ضمن المشروعات اللي موجودة في الفلبين ليه? اللي هي رغم الاغلاق ما تقفلتش. تاني حاجة تاني مشروع في الفلبين ما حصلش عليه اغلاق هي العقارات السكنية. ايه هو العقار السكنية? ان انت تاخد عقار عمارة بس دي عايزة مبالغ كبيرة. ان انت تاخد عقار عمارة تكون مثلا مكونة من تلت دوار او دورين او مساحة كبيرة يكون عندك مسلا هكتار يكون باني في غرف غرف برتشانات او غرف صغيرة اللي هي تلاتة متر في تلاتة متر او خمسة متر في خمسة متر او يكون عندك بيت اه يعني عندك بيت كبير المساحة مسلا خمسمائة متر ستمائة متر وتبتدي ان انت تتقجروا غرف صغيرة. طبعا موضوع الايجار ده في فلبين كان حاجة اساسية. فيه كانت ناس بيجي لها بتكون عندها اغلاق في اه يعني كان اسناء البنديميك وما قدرتش تروح بلدها يعني واحد كان جاي من مانيلا وراح مسلا على سيبوه. حصل الاغلاق استكف البلد دي. فبيبتدي ان هو يدور على مكان سكن. ناس كتير قابلتها كده. دور على مكان سكن بيبتدي يععد فيه. وآآ يعني بيدبر فلوسه ان كان معاش ان كان بيشتغل اونلاين اي حاجة من الكلام ده كله. بيقعد ينتظر لحد لما الاغلاق ينتهي. فيه ناس كتير كانت بتأجر من عن طريق بيدوروا على اماكن بتكون برتشانات. البرتشان الف ونص امس ومية. فيه زي سيبوه بتكون بتلات تلاف. برتشان تلاتة متر خمسة متر عشرة متر حسب ما يكون. فيه ناس بتأجر آآ اللي هو بيت صغير بيكون غرفة وصالة. او اللي احنا بنسميه استوديو. استوديو بيأجره بتلات تلاب بيسو. وهكزا. موضوع الاجارات هنا مربح جدا. وما عليهش ضرائب يعني ما عليهش ضرائب كبيرة. ما مش محتاج خبرة. مش محتاج اي شيء. وزرعة كده بتاخد مقدم في في السكن. بتاخد مقدم شهر او شهرين. وبتاخد آآ يعني الاعطال او حاجة للصيانة. آآ بيطاع عندك يعني امانة عندك. بتاخد شهرين وبتاخد تلات تلاف مسلا بيسو. او حسب ما يعني يا طراء عليك ما بينكم بين المستأجر. آآ لو ايه لصيانة السكن كل سنة او كل ستة شهور. وبتعمل عقد بسنة بيستمر الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. طبعا اتكلمتنا في الفيديوهات اللي فاتت السابقة عن الاستثمار في الفلبين عشرين اتنين وعشرين. واتكلمت عن آآ المخابز. واتكلمت عن المطاعم. شيء بعض من التفصيل. واتكلمت عن محطات المية وتربية الدواجن والزراعة وتربية الابقار. والنهاردة هيكون اخر حاجة هنتكلم فيها ان شاء الله. وهنتكلم برضو على المشاريع اللي ما تخشش فيها حاليا. نهائيا. فهو اخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة من المشاريع اللي هي كانت ممتازة جدا في اسناء الاغلاق. وعلى ما اظن هي عمرها ما هتوقف. اللي هي موضوع الانتقالات. اللي هو يكون عندك سيارة. عندك كاب. عندك جبني. عندك اتنين تلاتة جبني اربعة جبني. آآ المشكلة اللي موضوع الجبني وموضوع الموتوركاب وموضوع المواصلات لو عندك آآ آآ الفي هاير او الفان هاير آآ اللي هو العربية الميكروباس اللي احنا بنسميها عندنا في مصر. لو عندك آآ اي حاجة من الحاجات دي. المشكلة ان انت تتعامل معها سواق في لبن. او بتدير الكوميسيون بتاعه. باللغة المصرية. كوميسيون اللي هو ايه? بيكون انت شخص بيطلع بالسيارة وبيحط فيها البنزين. وبعد كده بيحط فيها آآ آآ يعني بيعمل اراد مسلا عمل اراد النهاردة خمس تلاب بيسو سبعة تلاب بيسو. فانت بعد لما بتخصم بقى البنزين وبعد لما بتخصم اللي هو بقى حق الفرامل وحق يعني صيانة السيارة والفوانيس والبهية ومش عارف ايه والضرائب والكلام ده كله بتخصم كل اللي ده يكون لها وبعد كده بتقول له مسلا نصيبك انت من الخمس تلاب بيسو دولار الف بيسو. فهو الرجل بياخد الكوميسيون بتاعه احنا بنسميه عندنا في مصر بياخد الكوميسيون بتاعه وبيتوكل على الله. فدي مشكلة ان غالبية السوائين الفلبينيين غالبية كبيرة جدا. ان هو ما بيقول لكش الاراد انا عملت كام. هو يقول لك انا عملت او انت انا اخد كزا تمام. وممكن يكون هو ضارب في جيبه حاجة من الفلوس دي. فغالبية السوائين ما لما انت بتكون اجنبي ما بيقول لكش هو عامل كام. وده لأ اسباب كتير لان في سوائين يعني سوائين بالذات او طيفة السوائين يكون اقل تعليما. فالموضوع ان هو ياخده الكلام ده كله او يتفهلوة بتاعتنا الفهلوة بتاعتنا ديت موجودة هنا برضو في الفلبين وان هو يعني ازاي يقلب منك وبتاعه الكلام ده او انا مش عارف ايه او ممكن يعمل حاجة لازيزة او ممكن يقدر اديك الحاجة بالزبط لكن اكله غدا يعني افطاره غدا وعشاء عليك. واكل بيته عليك كمان يعني يروح اشتري الاكل والشرب والكلام ده كله وقول لك انا جي عملت دول ودول الحقي وسلامه عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اكل بيته وفطر وتغدى وتعشى ميت فلو واربعتاشر على افا السيارة. في ناس كتير بتعمل كده. فيفاجأ الناس ان يكون مسلا عنده جبني او عنده اه فيهاير والاراد بتاعه بيجيله مسلا تمنمائة بيسو ستمائة بيسو مبلغ ضعيف ورغم ان هو راجل مسلا بيسافر بلاد بيسافر من هنا الهنا اه مانيلا اه قفيتي مانيلا بيروح مسلا اماكن بعيدة فالمكروباص بيعد لوا البيهاير ده بيعد بيعد فلوس ممتين بيسو وتلتم percent بيسو على الفرض بيعدي فلوس لما يكون المكروباص بكون فيه اه خصوصا حاليا دلوقتي بقى بيركبوا اربعة كان الاول بيركبوا تلاتة بعد دلوقتي بيركبوا اربعة في كل الممكروباصات حتى المكروباص اللي بيروح يسيبوه نفس القصة برضه بيركب اربعة فده بقى مشكلة كبيرة جدا ان هو بقى بيجيب ايراد اكبر خصوصا بعد ارتفاع كمان البنزين عشان يعوض ارتفاع البنزين فكل ده بيشكل في الاخر خالص ان انت ما بتعرفش تسيطر على السواق يعني انت تسوق وتمشي ويكون معك رخصة قيادة مهنية وده ممنوع للاجانب يا اما تسلمها الواحد سواق والافضل ان انت بتدور على حد من الاقارب ويكون على ضمانة زوجتك هو اللي يطلع يعني يكون على ضمانة زوجتك وهي عرفاه وتجربوا مرة واثنين وتلاتة واربعة وترقبوا بتاعوا الكلام ده كل لحد لما تتأكد ان هو رجل سليم بعد كده ده بتسيب طبعا دي بالنسبة لاخر حاجة ان انا اكلمت فيها دي لم يتم اغلاقها نهائيا وخصوصا الموتوركاب والجبني لم يتم اغلاقه نهائيا اثناء الحجر الصحي وان كان في بعض الايام كان عليه محازير يعني ان هو ايه ان هو بدل ما يركب ستة اه ستة وستة لا بيركب تلاتة او تلاتة او كده او بدل ما يركب في السيارة اه 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 مسلا خمستاشر فرد او سبعتاشر فرد بيركب اه مسلا تمن افراد او تسع افراد لكن الموضوع فضل شغال زي ما هو ممتاز جدا حتى لو كان بيجيبوا حق ايامهم او حق البنزين بتاعهم وبس فده من ضمن المشاريع اللي ممتازة جدا. اه طبعا اه 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 اخر مشروع هو الشحن برضو موضوع الشحن وان انت تشحن اه في ناس بتشتغل طبعا ده عايز بقى ايه ان انت يكون عندك يعني عندك اه اسطول سيارات ويعني في ناس يعني ربنا مقدار على الكلام دوت ان يكون عندها اسطول سيارات عندها خمستاشر عشرين سيارة غير المدات في ناس كانت بتشتغلت في الموضوع دوت خفافي كده داخل مانيلا او داخل سبوه بيعملوا مع نفسهم يعني يعمل يكون عنده على خمستاشر عشرين متسك وعمل زي اه اه مثلا اه فود باندا وجراب والكلام ده بيكون عاملوا ارخص من فود باندا وارخص من جراب وبيكون ممتاز معه طبعا ده مشروع عايز دراسة كبيرة قوي يعني اه الموضوع صعب شوية لانه عايز وعايز حاجات كتير فحيكلف عليك برضو يعني الموضوع هيكلف عليك كويس جدا لكن ده من ضمن المشاريع اللي كانت موجودة في الفلبين لم تتوقف وخصوصا في ده لم يتوقف نهاية ده اخر مشروع انا هتكلم عليه عن مشاريع عشرين اتنين وعشرين ايه المشاريع اللي ما تخشش فيها بقى ما بعد عشرين اتنين وعشرين رقم واحد واهم حاجة واللي انا بتكلم عليها كتير اوي هي العمالة المنزلية مكاتب العمالة وخاصة العمالة المنزلية لو عايز تشتغل في العمالة المهيرة وتصدر العمالة المهيرة اهلا وسهلا هيكون معاك الموضوع كويس جدا وجميل جدا العمالة المنزلية في عليها محازير كتير وعليها اغلاقات كتير عليها بلاوة كتير حتى لو انت معاك اخصاء يعني رسمية ومعاك دنيا ممتازة فلا انصحك بيها حاليا نهائي خالص وعلى مدى الخمس سنين اللي جاي لأسباب كتير شرحتها قبل كدك تاني مشروع او تاني استثمار حسب ما الناس بتشتغل فيه هنا وحسب ما انا شفته قدام الناس بتشتغل فيه هنا فيه ناس كان بتشتغل فيه مصرعة الديوك مصرعة الديوك تم اغلاقها نهائيا واللعب بيها نهائيا واصبحت عليها محازير كتير وفيلم كبير جدا برضو لا انصحك تخش فيها ثالثا شركات السياحة رغم من السياحة هتفتح والكلام ده كله لكن الموجود دلوقتي هيبتدي يرخص لحد لما يضمر اي بني ادم يعني الشركات هتنافس بعضها لدرجة بشعة الشركات هتنافس بعضها لدرجة بشعة حتى ان هي تعود مدة الاغلاق بتاعت السياحة فارجو ان انت متخشش في موضوع شركات سياحة نهائيا حاليا الا بعد خمس سنين او جهز نفسك انت ورحت دي تعتمد على نفسك انت ورحت فدي اهم ثلاث مشاريع طبعا في مشاريع كتير من ضمنهم مشاريع الطباعة لان مشاريع الطباعة دي يعني وقفت رغم من فيه مدارس دلوقتي وبتدي مدارس اشتغل لكن الموضوع كان في الاغلاق وقفت نهائيا فانا ما ارجحش حد يخش في الطباعة لان موضوع الطباعة وقف معايا فترة الاغلاق كله كامل حتى بالمدارس كان الموضوع يعني الموضوع المدارس كانت وقفت الشركات وقفت كل وقف كل وقف كل وقف تصميم طباعة اي شيء كل وقفة ما انصحش حد يخش فيها حاليا